خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة أولاً ومباشرةً إلى حائط صد في بداية كلامي النهاردة وأنا بتكلم مع حضراتكم لازم نبقى عارفين لما بجأتكلم عن شخص بتكلم عن صفته الإعلامية ولا أتكلم عن أي شيء آخر يعني إيه؟ يعني لو جيت اتكلمت مثلاً وقلت أن أنا مستق جداً لما سمعت كابتن متحد شلبي وهو بيعلق على مباراة النصر والهلال هذه المباراة الكبيرة العظيمة يوم الخميس اللي فات لا أقصد إلا كابتن متحد لا أقصد أي شيء آخر ليه أنا مستق من كابتن متحد لأنه الحقيقة في هذه المباراة اللي كلنا استمتعنا بيها أو ناس كتيرة تفرجت عليها وتبسطت منها مستثناء التعليق واتبسطنا أيضاً بتعليق كابتن متحد بالمناسبة ولكن أنا معرفش ليه كابتن متحد بيعمل حاجات غريبة دلوقتي يعني بتخلينا نبقى كأهلاوية متدايقين شوي في ضل التاريق مثلاً على أمام عشور لعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي إيه اللي دخل أمام عشور في مباراة النصر والهلال؟ مثلاً يعني لما تيجي تتكلم في مثل هذه الأمور يجب أن تعلم أن هناك جمهور أهلاوي وراء هذا اللاعب الكبير أو مش إمام أي حد تاني كابتن متحد قاعد يقولك إيه؟ بص يا إمام النطة بتكون إزاي؟ شفت سالم الدوسري سالم بالمناسبة لعيب كبير جداً قالك بص شفت سالم عملها إزاي؟ فضلي التاريق على أصابة إمام عشور اللي تعرض لها مع منتخبنا الوطني وقدت إليها دوسر تجاج خفيف حاجة غريبة جداً جداً من كابتن متحد مهما كان اللي عايز تقوله يا كابتن متحد أنا مش فاهم هو ليه حضرتك بتتكلم عن إمام عشور هو ليه حضرتك بتتكلم عن مثل هذا الأمر في مباراة ما ليس لها علاقة إطلاقة مباراة حلوة ما بين النصر والهلال إحنا كناس كويرة وبتحب الكرة بتتفرج على هذه المباراة إيه لازمته الهزار والإفهات على أمام إيه اللي استحضر إمام عشور علشان يتكلم عن هذا الأمر يعني إيه الفكرة اللي جات في دماغ كابتن متحد أنا مش فاهمها والله الغد دلوقتي أنا لا أفهم هذه الفكرة فكرة غريبة جداً في وقت غريب جداً في مباراة غريبة جداً يعني مباراة النصر والهلال نديم من الأفضل وأقوال عندها فيه أسيا وفي السعودية بتكلم فيها عن إمام عشور في وقعة وقعها سالم الدوسري إيه الفكرة مش عارف كل الناس انتقدت كل الناس زعلت من الكابتن متحد ومن الكلام اللي هو قاله الحقيقة يعني الناس زعلت من الكلام اللي كابتن متحد قاله لأنه قال كلام ما ينفعش أنه هو يقود يقوله على إمام عشور في حق إمام عشور تحديداً يعني وجهة نظري إنها سقطة كبيرة جداً يا كابتن متحد على المستوى المهني وبيني وبينكو الافية حتى ما كانش لطيف معجبنيش الافية يعني طبعاً دي حاجة تانية ولكن بعد إزدك يا كابتن متحد حتخد بالك من هذه السقطات اللي بتقعد تقولها لأن انت بتخسر كتير جداً انت عارف يعني إيه تخسر ان انت تخسر جمهور الأهلي موضوع كبير جداً مش بسيط 70-80 مليون أهلاوي زعلنين منك 70-80 مليون بجد مش هزار زعلنين في حاجات لا تعوض بأي شيء يا كابتن متحد في حاجات لا تعوض بأي شيء وبعدين بيليو بينكم موسيقى موسيقى